السؤال اللي عايزة اسأله دلوقتي نعم انا بتكلم على منظمات المجتمع المدني لان شفت بنفسي حوار الراجل يعني هو محترم لكن كلامه غريب جدا يقولك طب تفضل مولن انت يعني هو الراجل قاعد قدامه يقوله طب يفرد امريكا واوروبا قررت صانع اللي بيدفعوا الضرائب هناك قاله ما تدفعوش لمنظمات المجتمع المدني في مصر فلوس كنت هتعمل ايه يعني مفيش بديل انك انت تعلم الناس حقوقهم السياسية لازم تاخد منح وفلوس تقوله طيب امريكا بتدهلك ليه ولا يا الله السؤال دي تسأل ليه الامريكا ما سألنيش أنا خايل لما يكون راجل يعني عاقل بياخد فلوس من واحد هقوله طب يدهلك ليه يقوله روح يسأله يا سيدنا مادي انا هاخده وخلاص منين من حرام من حلال من ربا من زنا مش قضيتي انا هاخد فلوس عشان امريكا بتحبني اوي زي ما حبت العراق وحبت تعمل فيه ديمقراطية وورطت العراق من سنة 2002 إلى 2003 دخل العراق مع تسع سنين من تشعرف مين مع مين هناك نعم فعايزين نتكلم برضو عن الموضوع دي دكتور بهاء نعم حب هو طبعا اللي قال هذا الكلام يعني يعني الاستسهال ما هو مش مطلوب الاول لازم فيه خطأ لازم يدعيك وهو الاول في الكلام اللي قاله هو قالك الناس مش عايزة تمولني ما تمولني انت يبا لازم تسأل نفسك سؤال هو انت ليه الناس مش متبولك يبا لازم انت شيء عندك خطأ انت لازم يعني لازم يعني لا نتهم عموم الناس الواحد لازم يتهم نفسه اولا انا الوقت بادعوك وبقولك هعلمك حقوق السياسية و هعلمك المجتمع المدني و هعلمك الديمقراطية طب بديني تمويل عشانا ادعم الكلام ده محدش مصدقك و بيديك يبا اذا فيه شيء عندك خطأ لازم تبحث عن خطأ عندك انت فين الناس مش مصدقك هل هم عندهم عالم ثقة فيك او افكار اللي انت بتقولها دي افكار ما تتمشاش معاهم ما تمثلهمش او او الافكار دي ما هتمثلش هذا المجتمع ولا هذا ولا تاريخ ولا دين يعني فيه مسألة محوائية انه لازم يدور هو المشكلة عنده هو اولا ايه ليه الناس مش مصدقات يعني انا بسعد بس هسألك و نشوف برضو اسماء المؤسسات دي ابن ملتل على الفاصل اعلاني يعني ليه امريكا هتديكو يا منظمات المجتمع المدني 140 مليون دولار وبعدين 105 مليون دولار عشان تدعمك تقول لي الدولة المدنية ايه وحقك في الانتخابات ايه والفكرة اللي برالية ايه وسايبة مثلا الناس بتموت مجوع في فلسطين في غزة يعني طالما قلبهم حنين على الشعوب كده الله طبعا يدوننا فلوس لو عايز اقولك لو هم ابرياء ما يدوك فلوس مش لبجوع احنا عندنا فقراء ومناطق معدامة ما يدوننا فلوس بعيئة ويقولك هضوا بيها بالاقتصاد تسمعنا بيختار فئات معينة عشان يديها الفلوس بتاعته لان هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي بتمول يا دكتور بهاء برضو هدي الحركات عشان نحذر الشباب منها يا شباب يا شباب احنا عايزين نحافظ على مصر عايزين نحافظ على مصر ده هدفنا اما تسمع اسماء منظمات كده مشبوهة غريبة الراجل بيقول لك او اسأل تمويلكو ايه مصلحتكو مش ممكن اقدر اقتنع ان شابه محترم متدين بيحب ربنا وبيحبه تراب بلده في النهاية يرضى ان عدوه ويدي له فلوس ويقولك انا اتحكت عليه ويتصرب بيها ويبقى قناع وقفاز يتحرك وفق سياسة عدوه يعني فضل يا دكتور بهاء نعم هو احنا نعرف يعني الشباب تحديدا يعني لانهم العنص والفعل الآن وطبعا الشباب فيه يعني مش فيه مشكلة هو هذه طبيعته يعني الشباب يعني فيه انفعال وفيه قوة وفيه طاقة وفيه حماسة للتغذير بس مطلوب ترشيد هذا يعني ما ينخدعوش بأي احد لان انت حرك حتى اللي انت قلته او اللي قالك اللي كنت حرك بتتحار معاك ما قلت يعني وقالك طب مش مشكلة يدوني ان انا مش لاقي احد برضو عايز اوصل له رسالة اللي بيما مقولوك امريكان غلافا لكنهم ليسوا امريكان نعم هم بيعملوا من اجل اجندة اخرى مش للولايات المتحدة الامريكية اجندة ليهم هما والاسرائيل يعني عشان يبقى كلام صريح يعني فانا للوقتي يعني هنتكلم عن بعض هذه المنظمات اللي هي وهذه المنظمات بالذات لان هي موجودة الان في مصر نعم وبتسعى الى بعض حركات الشباب عشان تحاول تستميلها وان هي تتدخل لها زي ما قلت لك قلنا في اول حالة الماسوني واليهودي او اللي اجندة خفية متعرفاش مش هيجي يقول لك انا امريكي ومش هيجي يقول لك انا ماسوني ولا انا يهودي هيقول لك انا امريكي ده مش هيقول لك انا امريكي هيقول لك انا منظمة مجتمع مدني يعني اسم شيك كده وحلو اسماء اللطيفة اللي ابتقدك دي لازم تدور عليه طب لو معنا الاسماء يا سيد احمد نزل على الشاشة اللي هنشوفه الان دي فيه شيء اسمه طبعا تحالف حركات الشباب التحالف ده قس السنة 2007 وكان هدفه ان هو يستقطب الشباب من كل انحاء العالم مش من المنطقة العربية بس يعني عشان يحدث بهم تغيير في الشعوب بتاعتهم ويجعلها على النموذج الغربي اللي هو النموذج العلماني الليبرالي وهكذا يعني نعم فبرضو التحالف ده موجود في مصر وهنقول مؤسسه كمان شوية بس عايزين نعرف الشباب الاول عشان ما ينخدعوش باسماء من يمولون هذا التحالف كما قلنا يعني اي حد يجي لك اول سؤال تسألهله ده مين اللي بيمولك يعني مصادر فلوسك اللي هتدالي دي جايبها منين التحالف ده اللي بيمولوش يعني شركة جوجل ويوتيوب والاتنين بيملكهم يهود سيرجي برين ولاني بيج اللي اتنين يهود طب يعني حتى دول اللي كانوا ساعة الثورة قالك لو حتى الانترنت تتقطع هنعلمك تخش ازاي ما هو برضو ما عايز اقول لحالك احنا لسه مش بنقول ان اليهود مسيطرين على وسائل تكوين الوعي فالانترنت لسيطرة يهودية ساحقة مزاي الناس ما تتخيل ان اليهود ده هو الانترنت ساحة مفتوحة بس ساحة مفتوحة لان هم عايزينه كده لان هم يعني اساليب بقى ووسائل خفية بيوجهوا اذهان الناس داخل هذه الساحة المفتوحة في اتجاهات معينة وفي مسالك معينة ومسارات معينة يعني كوي فهو ده الشغل نعم فيعني بتمولها جوجل زي ما قلنا ويوتيوب بتمولها حاجة اسمها الشركة الامريكية للتليفون والتليغراف ودي برضو بيرقاسها يهود اسمه راندول ستيفنسون وهو كاست وهو كاست ده موقع شبيه بيوتيوب كده وشركة لصناعة تقنيات الافلام بيرقاسها برضو يهود اسمه جيسون ليبمن وشبكة MTV الإخبارية لها قنوات تليفزيونية في كل حتة يعني في مدنج في أماكن كثيرة ترأسها اليهودية جوديث مكغراث وموقع تويتر برضو تويتر يهودي مؤسس وعيس يهودي اسمه جاك دورسي كله لازم أي حاجة فيها أفقار لازم هتلاقيه عند المنابع يهود نعم الحاجة اسمها اكسس تلتين ورستين تويتر ديملك يهودي لهوها جاك دورسي نعم مؤسسة إعلانية وإعلامية اسمها اكسس تلتين ورستين ميديا ودي بيرأسها يهودي اسمه رومان سندر وبعدين مؤسسة اسمها MSNBC ودي بترأسها ميكا برزينيسكي بنت زبجينو برزينيسكي اللي هو الأدام شوية يفتكرون ده كان مستشار الأمن القومي وبالمرة عشان نفتكرون ده عوضوا برضو أزمات الدولية عوضوا في مجموعة الأزمات الدولية عوضوا في مجموعة الأزمات الدولية ياريت يكون شبابنا الله اللي بشارك معانا يشير كل الكلام ده الإخوان وحبيبه عشان برضو يحذرهم من الأماكن دي بحيث يكون عنده وعي هو بيتعامل عشان ما ننتهيش في النهاية نلاقي مصر بتغرأ من خلال المنظمات اليهودية دي وإحنا يعني حلمانين بالسلام والإخاء والديمقراطية وكرنيجي وبرنيجي وفريض ماتريضا مهوس قول لي عايز أحقق أهداف نبيلة وكأن المقصد والوسيلة بيختلفوا يعني أنا مقصدي بأخير بس أعمله بوسيلة حرام نعم تفضل حضرتك نعم هو نبدأ من اللي حالك قلت يعني عشان انت فكرتنا برضو يعني في الثورة وبرضو الشباب هو دا يعني ما هواش في مشكلتهم هي الحقيقة دي مشكلة مزمينة على مدى السنوات الطويلة إن الشباب تم تكوينهم بعيدا عن قيم المجتمع وعن أخلاقه وعن دينه فبقت عندهم قواعد فهم الأشياء مش موجودة يعني زي ما حالك قلت في الغرب يعني القاعدة الرسخة فيه إن الغاية تبرر الوسيلة لها قاعدة ميكيفيدل الشهيرة لها شائعة في كل حاجة في الغرب يعني لازم يعرفون عندنا في الشرق وفي الإسلام وفي الأديان إن الوسائل الشريفة والنبيلة الغايات الشريفة والنبيلة لابد لها كمان من وسائل شريفة ونبيلة لأن فساد الوسيلة يفسد الغاية يعني لازم يفهموا فيه قواعد معاينة لازم يفهموها منها إن نبل الغاية من نبل الوسيلة إذا فسدت الوسيلة فسدت الغاية كمان نرجع بقى للحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها وحركة احنا كما قلنا يعني عشان يفهموا ان شيء اي شيء جاي من خلال في غلاف امريكي احنا لسه بنقول بنقول اليهود في اي حتة لما بينزلوا فيها بيسيطروا على الحكتين الفلوس والافكار فاللي جاي يديك افكار ده هو جاي يديك افكار يزرع في دماغك افكار وهيديك فلوس عشان تروج هذه الافكار هو ده اللي عايزه منك لان انت ترويج هذه الافكار يمشي مع اجندته ويمشي مع اللي هو عايزه ويمشي مع الوجهة اللي عايز يوجه فيها مصر في المصار في مصر اللي هو عايزه ويعيده ربنا قال لنا يا دكتور بها قبل ما يبدأ انا اسب بقطع كان واضحك بالنسبة لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملاتهم هو يهودي امريكي جاي يديني فلوس عشان ايه يعني عشقني بيحبني يعني انا مش فاهد انا عايز اقولك دي اسئلة بديهية بس يعني كما قلنا الاعتياد قد يلغي البديهية يعني المهم تحالف حركات الشباب احنا قلنا مين بيموله بس هنقول مين مؤسسه لان برضو التحالف ده موجود في مصر على فكرة بقاله فترة طويلة يعني ثلاث سنين وبيحاول يستقطب شبابه حتى في الثورة وكده والشباب يعني زي قمنا قلت هو ممكن ما يشوفش رئيسه وما يلتقيش بيه هو بيشوف اللي هو العمال بتوعه الشغيلة ما بشوفش رأس الكبير فهنعرفهم برأس الكبير عشان يبقى عارفينه يعني يا ريت نشوف صورة مؤسس تحالف حركات الشباب اللي واسمه جيرد كوهين لو عندك صورة جيرد كوهين عشان يبقى عارفينه بصورته يعني اللي شايفينه على الشاشة ده هو مؤسس تحالف حركات الشباب وده اسمه جيرد كوهين وصغير في السن مش كبير حياني عنده بتاع حوالي 32 سنة يبدو ليه اه مو بس ده قد مطريكة اه يهودي مؤصل برضو ده يعني فالمهم يعني ده عايزة فاهمك بقى الواصلة بين كل شيء يعني واصلة حاجات كتير كده هو مؤسس تحالف حركات الشباب ومدير جوجل للأفكار يعني بيشتغل في جوجل وفي القيادات العليا بتاعتها وفي نفس الوقت مستشار وزيط الخارجية هيلاري كلينتون وعضو في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية فكده عبرنا عن شوية حاجات خلطة على بعضها يعني وهو اللي تولى توفير تمويل للتحالف بالاتصالات وعلاقاته يعني نعم فبس عشان يعرفوا الشخصيات اللي هما بتعاملوا ده ده اللي ماسك تحالف ده مؤسس تحالف حركات الشباب ورئيسه ما شاء الله طيب استقطب انت يعني بيستقطب الشباب ازاي يعني بيجي بهم ازاي زي موت حالك هو لما بيجي يعني هو ما بيقولهم شنا يهودي اولا هو بيتعاملوا معاه على انه امريكي وعلى انه تحالف حركات الشباب ده منظمة تسعى الى نشر الحرية ونشر الديمقراطية ونشر الافكار يعني تحقيق الشعوب لحقوقها وانسانيتها فبيدخلوا من هذه المداخل فهو بيجي في بلد زي مصر مثلا سواء كان موجود هنا هو موجود هنا ليفروع هنا او عن طريق الانترنت فيحط هذه الشعارات ممكن شباب بقى يدخل على هذه الشعارات ويحب يتعرف من باب المغامرة او يشوف ايه الموضوع طبعا يعني واحدة واحدة بقى بيبتدي ناس تنجذب لهذا الموضوع وهو يغريهم باب ان احنا عايزين ننشر الحرية والديمقراطية طب ما نعمل مجموعة مع بعض بدلا ما نبقى متفرطين بعد ما نعمل مجموعة طب ما تدعي غيرك عشان نبقى مجموعة كبيرة طيب انت عملت مجموعة كبيرة محتاج انك تعمل مكان تلتقي فيه طب هنديك فلوس عشان بس تجمع الناس تلتقي فيه هي دي وسائل ان انت ازاي ت طب المؤسسات اللي بتمول التحالف ده ايه تحالف حركات الشباب ده نعم هي دي اللي جبناها على الشاشة اللي هي المؤسسات اليهودية اللي هي كنا قراناها دي كل نعم هي ابو الصحر رؤوس كل المؤسسات الصناعية الكبرى في امريكا خصوصا اللي هو بتعمل في مجال اعلام والاتصالات كلها يا رأسة يهود يعني طيب معهد الصراعات غير العنيفة يعني ايه بس نعرف اسمه الاول نعم هو ده يعني نتكلم عنه لانه برضو موجود في مصر ودي فروع هنا وكان جاي يعني قبل الصورة يعني وفي سنة 2007 أو 2008 كان بيبقى موجود تحت غطاء في ريدم هوس ما بيقولش عن نفسه يعني بس بعد كده كان موجود بصورة صريحة يعني في السنة الأخيرة يعني فمعهد الصراعات غير العنيفة ده اسمه هو ترجمة اسمه كده فده أسسه برضو هنعرف صاحب المعهد ومؤسسه ومديره الملياردير اليهودي بيتر أكرمان وده برضو عضف بتاع ده عضف في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية اللي هو الشؤون الخارجية ومراته عضف مجموعة الأزمات اسمه بيتر بيتر أكرمان معنا صرته هو ده اللي يردير اليهودي بيتر أكرمان مؤسس رئيس السبق لفريدم هاوس أيوة رئيس السبق لفريدم هاوس هنيجي لفريدم هاوس بعد جيد هو دلوقتي مؤسس معهد اسم معهد الصراعات غير عنيفة والمعهد ده بيقوم على إن زي علم الشباب مش بس في البدل العربي يعني في كل البلاد يعني الحقيقة لأنه المعهد ده هو المسؤول مع معهد المجتمع المفتوح بتاع جورجي سوروس عن تمويل وتدريب السوار في صربيا وفي أوكرانيا وفي جورجيا يعني خبراء في الصورات يعني نعم بيعلمهم إزاي الثورة يكون بدون عنف بيعلمهم إزاي استخدام أسليب وتكتيكات غير عنيفة في أنه هو يعمل ثورة من غير ما يصطدم بالسلطات وبالنظام وإزاي حرك الناس ويحشدهم وإزاي يستخدم التقنيات الحديثة في الحشد والتنظيم والقيادة وإشاعة الأفكار كويس فهو اسمه وليه كتاب يعني ليه كتاب مطبوعة يعني بعضها مترجم العربي ليهم كتاب مترجم ترجمة الظريفة يعني هو أفكارهم هو بيتر أكرمان ده معاد دكتوران في الموضوع ده يعني مش واحد هاوي ده معاد دكتوران في الصراعات غير العنيفة كويس وأستاذه اسمه جين شارب في أمريكا في جامعة هارفرد فليه يعني جين شارب ده ليه عدة كتب في الموضوع ففيه كتاب منهم اسم 198 طريقة للأفعال غير العنيفة فمترجمين منه أجزاء للعربي ومعارسون وصور توضيحية ومترجمينه يعني يعني بعنوان كده بلدي شوية كيف تثور بحداء حدق يعني عفل ما تقول لوحد انت حدق كيف تثور بحداء كيف تثور بحداء اللي عايز يشوف الكتاب يعني يعني عرفه برضي لو حد عابب يطلع عليه يعني الكتاب الموجود على موقع اسمو سكرايب دوتكم ده زي خزانات كتاب اه عرفو سكرايب ده بلدي شخص